السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديري لبس عليكم اشخباركم كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هاد الفيديو وانتم بيخير وعلى خير وفي ساحة جيدة شكرا لكم شكرا لتضامن ديالكم معي في القناة شكرا لايكات ديالكم ومشاهدة شكرا بزاف والناس اللي غيشوفوا القناة ديالي اول مرة كنقول لكم مرحبا بيكم والف مرحبا هنا كيفما كتشوفوا وان شاء الله سنصيب هاد طرطة بالعجيل مكسر والتفاح كتجي زوينة بزاف هاد ناخدوش تفاحات اللي يكون هاد النوع هاد هاد النوع اللي هو صفر باش كتجي زوينة هاد نقطعه ان شاء الله من بعد قبل غسلتهم ونقيتهم بالطبيعة الحال وقطعتهم مكعبة صغيرة وضفت عليهم عشرين قرام من الزبدة اللي هي تقريبا ربع القا كبيرة وضفت عليهم شوية ديال القرفة غير شوية كيفما كتشوفوا في الفيديو وغادي نضيف عليهم ان شاء الله عشرين قرام ديال السكار اللي ما يعدل تقريبا معلقة ونصف مهم الأفضل هاكو تتعبروها باش جيكم الحلواء هي هاديك الحلاوة دياله كمشو هنا هايا غادي نعبرها باش نتأكد مزيان هي اللي هي معلقة ونصف هي عشرين قرام صفي ومن بعد غادي نضيف عليهم جوج معلقة ديال الماء وهاد الخاليط هادا غادي نهزو نحطو فوق البوطة غادي ننقص عليها البوطة ونخليها علام هالطبع لا خاطرة مهم يطيب على خاطرة تقريبا واحد سبعة دقيقة هالعشرة غادي يكون موجود هاد الخاليط هادا مهم هاد تشفح وهنا رارشيت عليكم دقيق سمحوا ليه ها ها هام مع الكاميرا الضيق حرفتو ضغيه ها هالطبع ! مهم هاعرشيتو هو يمشي هنا كيف ما كتشوفوا غنا عطاكم مقادرتها هم بالقياس ديال اللعجينة اللعجينة بسيطة بسيطة بسعف و سهلة وناجحوا كالجيز وينو اكتصادية 200 جرام 80 جرام 80 جرام نعبر 70 جرام 70 جرام قبصة الملح غير شوية غير شوية هذه العجينة سوف نسبس هذه الزبدة حتى ندامج مع بعضياتها غير بالاصابع لا ندركوها حتى يدخل دك الدقيق كامل في الزبدة سوف ندخل فيها كامل كمية غير قليلة ماشي كثير هذا القطر واقع لا مقاش عقلها مزيان ولكن ما فيه 30 سنتيم يعني ما صغير ما كبير متوسط صافي هنا شفتو معايا كيف كي ولي الخالد دي العجينة مكسر على هاتشكل هذا وكن ضيفو لي هذك الماء يعني 70 جرام دي الماء وصافو غادي نجمعوه هنا دائما ما غادي نعجنوه متاشي حاجة دبرا غير كنجمع فيها را كتشوفو الخدمة ديالها كيفاش كنهزة دقيق ليلتحت وللعجينة كنبقى غير نحطها مع بعديتها صافي كتكون العجينة معجونة ما نعجنوها متاشي حاجة ما كتتعجد ما كتدلك صافي كتبقى غير جمعي ديك العجينة وصافي صافي هنا را كشتور ساليتها غادي ان شاء الله نخدمها هنا نخوي البلاصة فينا غا نخدم وغادي نخدمها فوق سطح العامل ما غاديش نجمعها هنحط غير نشكل لها الشكل ديالها وغا نديرها في السلوفة ونحطها حدايا وهنا يا را طيب هنا را كان طيب دايرهم بجوج تخدموا هاكا وهاكا را تسمعوا صوت الداري حدايا كان موانطة في الفيديو وهنا نقص شوية ماما هنا شفتو يعني صافي ما كان عجنوها متاشي حاجة غير كنجمعها وغادي نديرها في السلوفة نحط حدايا هنا را طعب دخله طيب من يقار بيطيب وغادي نضيف لي واحد ساشية ديال الفاني سوف نحركها ما نخليه ما يفتش عشرة دقيقة سوف يتلقى هطاب شوفه هناك نقلب فيه خليته ما زال واحد شوية ومن بعد نقص عليه من بعد ندفع ليه البوطة سوف يتلقى هطاب وغادي نضغط عليه كامل بالفرشيطة ونخليه في المقلح حتى يبرد لنا تماما ما ديرش سخون في الطرطة تجيزوين ها الطرطة هادي سراحة العشاق ديال تجيزوين بزاف اللي كيعجبو التفاح را غا تعجبوها الطرطة ولما كيعجبوش تفاح را ما تعجبوش انا ما اديش مع التفاح بزاف صراحة للتفاح يعني هاكا طيب للتفاح خضر ما كنناكلوش بزاف ناكل بانان ديسر كل الشيش الاخر كنناكلو ولكن التفاح ما اديش معها بحالة العادم لا يعجبنيش بزاف صافي المهم ولداتي را كيعجبوهم ولداتي كالوها را عجباتهم صافي هنا را طاب وهناي غادي ناخد ربعات تفاحات غادي ندر غير ثلاثة حديت لكم القطر اللي عندي ما كبيرش بزاف غير صغير اي نوع تحت التفاح عندكم غادي تستخدموه في هاد زين ديالها من الفوق غير اللي بغيتو مهم هنا التفاح را تبارك الله راكم عارفين ان التفاح موجود في ممشيتو الخير موجود الحمدول الله وهنا التفاح انا مني كان يجيبوه اجي عندي شي احد والله يلك يبقى اتقج جيبو لي اتفاح جيبو لي اشي عاجة اخر هاكا نحك والله هاكا ضاحك وصافي افتوا تسمعوا مستوى ديالي وحق الله العظيم مهم صافي هنا التفاح راني قطعتو كيف ما كتشوفو اقسمتو على الجوج نقيتو وقطعتو بحال هاكا باش هاكا نزين بي ان شاء الله من الفوق هادر التفاح هادر التفاح اللي اللي كان جاب لي اخويه اللي اللي بقي منه الى نقيتو الداريكية كل ما نقيتو صافي تيبقى تماما تيبو اللي نقالي يوم التفاح اول صافي هنا كيف ممشته العجينة كنناخد شوية ديال دقيق صافي ما كنخليوش بزاف غير الا ما طابلنا هادر التفاح صافي كنخدمو بيع هادر ناخد دقيق وغدي نحط سطح العامل كيف ما كتشوفو وناخدو الدلاك صافي وندلكوها نقوم نقلبوها كوندرو دقيق باش ما تلسقش لينا ونخدموها بالزربة ما كتتعطل متى حاجة هنفش بغو نهزوها نطويوها على الجوج ونحطوها في المول اللي غنديروها فيك جيزوينة في هاد المول هذا غادي نضغطو عليها في الجوانب ديالها باش جي شكل ديالها زوين ومن بعد ان شاء الله غادي نديرو الدلاك من الفوق باش نقطعو الزوائد كاملة غادي تقطع لنا ويجي شكل ديالها راقي وزوين وهنا العجينة كيف ما كتشوفو ما كتضيعش بزاف غير شوية كيبقى منها صافي هنا غنطقبوها متى شي حاجة غنضفو لها نيشان دكتفاح هنا هاد العجينة هادي زوينة كتمشي بالمالح وكتمشي حتى بالحاجة الحلوى يعني باش تعمرها بشي حاجة اخر حلوة لوجي حاجة مالحة كتمشي معها ومعجينة اقتصادية هنا كيف ما كتشوفو غادي نزينها بالتفاح كاملة قطعتم غير ثلاثة تفاحة تراكفة ونفعة صافي غادي نكمل لها تزين ديالها كيف ما كتشوفو الفران هنا انا مسخناه على 180 دراجة فوق والتحت غادي انشاء الله ندخلها الفران غادي طلب نص ساعة باش كالطيب هنا قبل غريتكم نيت المقلة هديك المقلة اللي حركت فيها نيتدكت تفاح بلا من كتر وصلت المواعن هاني جبدوها هديك المقلة نكملو في عدرة مع القه صغيرة ديال الزبدة ومع القهة صغيرة نخلطوهم مع بعدياتهم وندهنو بها داكت تفاح باش يجي معلك وزوين وفيه في البنة ديال الزبدة باش من يندخلوه يتعسلينا في الفران صافي هنا يرام اكتجي لقاس حلوة اكتجي زوينه هنا را دخلتها الفران وطابت بعد دهنتها بشوية كي ما كتشوف شوية القرفة ودخلتها للفران من بعد ما خرجتها خليتها حتى برداتها على خطرها هنا را بردات غير جيتوريتها لكم هنا را بارد خليتها الشي ساعتين بردتها على خطرها شحال ما بردات مزيان من قدموها سخونة ومن حيدوها شمل المول وهي سخونة تتبرد وهنا قد نحط ان شاء الله في الطابق تعد تقديم كنتمنى ان شاء الله تعجبكم لا تنسوناش ما اللايكات والدعم القناة شكرا لكم شكرا لناس اللي كتبغيني كاملة ناس اللي كتتفرجيه في الفيديو من اللولة الاخر كنقول لكم باركت الله وفيكم دائما وهلا يخطيكم عليا وهنا كيفما كتشوفو غادي ناخد غير اللي تزيين وصافي باش تجيكة المع غادي ندلة شوية ديالنابج وغادي نشيتوها بالشيتة كيفما كتشوفو على هاتشكل هذا غادي نتبعها كاملة صافي هذا وشكل نهائي هدي الطرطة ديالتفاح شكرا لكم وسلام عليكم خليت لكم الراحة ورغادي نقسم معكم وحط ريفو وتشوفو شكل دياله كيفاش كي يجي في اللخر وهنا نقول لكم بسلامة الى فيديو اخر ان شاء الله بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة